سلام من الجميع وأهلا وسهلا فيكم الجديد بقناتي VLOGS ودعبير إذا كنتوا أول مرة بتتابعوني لا تنسوا اشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكون كل فيديو جديد رح نزلوا على القناة واليوم متل ما شعفين بنا نعمل مع بعض كيكة الأرقام أو فيها كمان تكون كيكة أحرف حسب اختياركن رح أعطيكم كل التفاصيل لهي الكيكة وبساطة وكيف هيك طلعت معي بهالشكل تابعوا معي الفيديو للأخير وبنفس الوقت رح أحط لكم روابط الأشياء لاستخدمتها بهي الكيكة لو حابين أنكم تشترون أو تعملوا مثلون وبنفس الوقت رح نحكي كمان عن البدائل إذا كان منا موجودة عنكم ببلدكم أول شي رح نعمله هو رح نعمل الكوكيز هي عبارة عن طبقتين من الكوكيز ومحشي بألبون الفروستين لهو عبارة عن كريم تشيز والويب كريم تابعوا معي الطريقة وأول شي رح نبلش بالكوكيز لما أدير الكوكيز نحن بحاجة أول شي لطحين عندي كوبين ونص من طحين وكوب من السكر البودرة كوب من طحين اللوز وكوب مثل ما شايفين طحين اللوز وكوب من الزبدة الزبدة بدأتكون كتير بردة وبيضة وحدة أول شي رح نحط كل المواد الجافة أو بنحط كل المواد مع بعضها بمحضرة الطعام أنا هون عم بستعمل البلندر النينجا لأنه فيها شفرات كتير وكتير بتساعدني بهاي الطريقة متل ملاحظين بتخلطون كتير منيح بنخلط المواد مع بعضها مع الزبدة والطحين والسكر وبعدين رح نضيف البيضة البيضة منخفئة لحالة على جناب بصحن ومنضيف عليها ملعقة من الفانيلا ورشة ملح وبعدين منضيفها على الخليط ومنرجع منخلطون من جديد مع بعض حتى يتجانسوا كلهم مع بعض وتتكون عندي العجينة هاي العجينة ما بيحاجي لعجن بس بدأ خلط كتير منيح وهيك وصلت للمرحلة المطلوبة يعني تقريبا بتاخد دايقتين رح نزلون على النيلون الشفاف وبس بدي لفهم وما في داعي ابدا نعجنون متل ما نلاحظين هون انو الزبدة شوي دابت معي من حرارة الطحن وهلأ ما فينا ابدا نستعملها او نمدة كتير رح تعزبنا بالمد وبالتشكيل لازم نلفها ونحطها بالبرادة اقل لشي ساعتين او فيكم نحطوها قبل لو بتعملوها قبل النهار كمان بتسهل عليكم الطريق او فيكم تحفظوها بالفريزر لمدة يعني اقل لشي اكتر شي ثلاثة شهور يعني كخطوة هيك يعني بتساعدكم شوي المهم هلأ منلفها ومنحطها بالبرادة وبرجعلكون لفرجيكم النتيجة بعد ما طلعتها من البرادة تقريبا اخدت شي ثلاثة ساعات اقل لشي ازا مستعجلي فيكم تحطوها بالفريزر لمدة نص ساعة متل ما شايفين بها الطريقة وهلأ طلعتها انا من البرادة بعد ثلاثة ساعات ورح مدة اول شي رح حط ورقة الزبدة هلأ بتعرفوا ليش كتير مهم اني استعمل هون ورقة زبدة وبنتها بين طبقتين من ورقة الزبدة حتى تساعدني بالمن وطبعا رح تكون شوي صعبة بالبداية لانه شبها ما هي مجمدة بس هاي الطريقة اللي لازم تعملوها هلأ بعد ما مديناها في عندي هيدول الاحرف انا جايبتن من امازون بيجوا احرف او ارقام عفوان الارقام كنت محتارة اعمل احرف ولا ارقام طلعت معي هاي وزا ما نو متواجد عندكن الامازون وما حابين تشتروا فيكن تطبعوا الاسم الرقم اللي حابينو وتقصوه بهالطريقة نفس النتيجة بس انا حابيتن هيدول لانه كتير سهلين بالشغل متل ما شافين ما بعزبوني وموجودين بامازون واسعارهم حلوة هلا هيك منقصن ومنزبط الاطراف كتير منيح حتى بالوقت الخبز ما يعزبونا ودغري بنقللن على صينية الخبز شفتوا ليش كتير مهم انه نحط ورقة الزبدة لانه ما بصير نحركها حتى ما تتكسر العجيني الفضلت معي بلفها حتى نعمل الطبقة التانية او هلا بدي حطن بالبرات حطيتن بالبرات تقريبا نصفة قبل ما فوتن على فرن الفرن لازم يكون محمى تقريبا على 350 درجة وبياخدوا معي 18 دقيقة ل20 دقيقة حسب نوعية الفرن وهيك تطلعوا جاهزين معي وحطيتن حتى يبردوا وهي العجيني الفضلت عملت شوي الدوائر هلا بنا نعمل الفراستين بهالوقت في عندي هون رح احطيكم المكونات في عندي جبنة الفلدافيا تقريبا 200 غرام يعني علبة كاملة من جبنة الفلدافيا اللي ما عنده فيلدافيا في يستعمل اي نوع كريم تشيز موجود عنده الكيري بيمشي الحال والقطيب شي اللي موجود عنده المسكربونيان تشيز بتكون كتير طيبة هي اصلا الاصلية هيك هلا بنخفوقن كتير مع بعض ومنضيف السكر البودرة في عندي هون نص كوب من السكر البودرة بخفوقن كتير منيح بالتدريج حتى تتشكل عندي خليط كريمي وما في اي تكتلات من الجبنة او من السكر وبتاكد انه السكر داب يعني بده شوي تخلط متل ما شايفين بخلطهن كتير منيح وبعدين رح تضيف عليهم الكريمة الكريمة انا هون عم بستعمل علبة كاملة من كريمة الخفق اللي هي تقريبا 400 وشوي غرام مكتوب عليها وبخفوقن كتير منيح وليما انه متوافر عنده هاي الكريمة فيه يستعمل الظرف كريمة الشنطة منضاف الى كوب من الحليب البارد منخفوقن كتير منيح حتى نحصل على هذا المزيج وهلا رح استعمل الكيس الحلواني بقلبه هاي الفوهة الفوهة اكبر شي موجودة كمان رح حط لكم بصندوق الوصف النوع الفوهة اللي استعملتها مننزل فيها الكريمة وطبعا انا الكوكيس بكونوا موجودين عندي باردين لازم يكونوا كتير باردين واذا بتعملوه قبل بيوم كمان بتوفروا على حالكن وهلا رح نبلش ننزل متل ما شايفين بهالطريقة التشكيل وهون رح فرجيكم كيف بس نضغط ضغطين بتطلع هاي متل هيك يعني متل الجبل وهي هي الطريقة شوفوا كيف بنعبي كل الفراغات وما بنخلي ابدا اي فراغ وهلا ما نحط الطبقة التانية طبعا انا قلت لكم او ممكن ما قلت لكم بس خبزت رقمين للسبعة يعني قطعتين لرقم سبعة وقطعتين لرقم واحد لانه انا بحاجة لطبقتين من البسكويت لو كنت عملو كمان الاحرف نفس الطريقة ومنرجع منحط منعيد نفس العملية منحط فوقن الكريمي تشيز اللي حضرناه مع بعض على الوشبه الطريقة هاي وهيك بيكون صار عندنا الكيك شاهز وهلا الزينة حسب اختياركن لحسب شو موجود عندكن حلو كتير انحط ورد طبيعي اذا كان متواجد عندكن او فيكن تحطو ورد صناعي او ورد انتو عاملينه منعجينة السكر واي فواكي موجودة هي المتعرفة عليه اي نوع من البيريز حطيت ستروبيري براسبيري وبلو بيري هدو اللي كانوا موجودين عندي لو ما عندكن فيكن تحطو اي نوع فواكي انتو بتحبو او اي نوع شوكلاة اي نوع كوكيز كلو بيمشي حسب سوقكن وحسب اختياركن وحسب المتواجد عندكن وكتير بيلبقل الماكرون اذا كان عندكن ماكرون كمان تحطو اثنين او ثلاثة ماكرون بس انا ما كان عندي ان شاء الله شي مرة بنعمله مع بعض ومتل ما شايفين هاي طريقة التزيين والتزيين بيكون على حسب اختياركن شو بتحبو تحطو وهيك بيكون خلص معنا الكيكل هاي هي النتيجة النهائية لا تنسوا تشوفو صندوق الوصف حطيت فيه كل الاشياء اللي استعملتها اليوم بتلاقوها موجودة اللي اشتريتهم من امازون وبتمنى انه الفيديو اليوم يعجبكن ولقيتوا الطريقة سهلة واذا في عندكن اي سؤال اكتبولي بالكومنت واذا جربتوا الوصف لا تنسوا تصوري وتبعتوا لي اياها على الانسيجرام رحط لكم الحزاب هون انا عم حط كمان الكليتر بيستعمال فرشاية ويلتن كمان هذا مثل الدست بيجي على لون دهبي لون فضي موجود كمان هيك بيعطي لمسة بسيطة اذا بتحبوه كمان بيعطيه لمعة كتير حلوة وهذا يعني صالح للأكل موجود بامازون كمان بتلاقوه الرابط بسندوق الوصف كمان هون عم بستعمل لون الدهبي لون الدهبي مع الفضي وجيبوه وردي حمرة من عندكن اي وردي بتقدروا تزينوه انتو بتقدروا تختاروه تتفننوه باللي بتحبوه وهي هي النتيجة النهائية ان شاء الله ما كنت طولت عليكم الفيديو وشرحت لكم كل الأشياء المهمة بهاي الكيك ومتل ما تلكم فيكن تعملوه أحرف او فيكن تعملوه أرقام وشكرا لكم للمتابعة واذا حبيت الفيديو مرة تاني لا تنسوا الاشتراك ولايك وتعليق واذا في عنكن اي سؤال اكتبوا لي بالكومنت ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر